يجب أن يجب أن يجب أن يتكلم الوكالات في البحث الجزائري المشكلة الأول التي واجه إبتكار التكنولوجيا هو الزبون الأول تجد المهمة وعندنا عدة تجالف الأستاذ الحليش الوكالة هي حلقة جيسر بين المحيط والبحث العلمي ماذا تردين على الأستاذ؟ في نفس سياق ما ذكره السيد أكلوف أقول أنه أولا Islamicréعي يجب أن تساعد حلقة تزدادة وعنده لذلك تبدأ أننا ليتقبل جدا حتى إيجابنا نقوم أيضا عندما تجد المشكلة ودعا وعندنا التنكسيات وإن الأجل تنبيت بفعل ايضا على الجهر اعطيه نفرحه يمكن أن التعامل تحرير من التعامل ولم ويصبح لا يشاهد ذلك إنه يمكن أن يقوم برحبه من الميجد والبقاطي وليس أخذ كثيرا المعبوب السمسيين وهي أتخلمين سيكونوا يقولون نورافق 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 سيكون لديك فيه وليس لديك فيه يريد أن يكون لديك يريد أن يمكن أن يدفع ويديد أن يدفع بطريقة صفة وهو أضعه أيضاً للتعامل، وهو أنه يوجد أن الله يجب أنه يوجد إعافية للتعامل الاشتراكي، والآلالات المتحدة، والعادة المنزلة، والعجرية المنزلة، والمزارة المسافية، كل مدعًا يتعلق في تجارب الناس كريم نحن نتكلم مدرجة كم المساعدة شكرا لك السيدة ربما تتحرك في الجزء والثاني للإبتكار كيف تكون هذه الedsكتنية تتخدمي الشمال وكذلك تطرق إلى أبرز الاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن دعونا نتابع هذا الفاصل ولا نعود بعد ذلك إذاعة جامعة التكوين المتواصل فضاء تواصلي للفكر والمعارف يوميا من الواحدة زوالا إلى الخامسة مساء على الموجة المتوسطة 1422 كيلو هيرتز 211 متر أعود مجدد أقول مشاهدين الكرام إلى لقاء المعرفة الذي نتطرق من خلاله إلى الابتكار التكنولوجي واقعه في الجزائر تطرق الضيوف الكرام إلى جملة من المفاهيم والآليات والميكانيزمات المعتمدة هنا في الجزائر أستاذ دروازي نعود إليك ربما من خلال جملة كل هذه المعطيات التي أدلى بها ضيوفنا الكرام كيف يمكننا خلق قيمة مضافة للقطاع الاقتصادي خاصة وإذا علمنا أن دعم ما صار بناء اقتصادي يعني يرتكز على المعرفة والابتكار نعم حقيقة هذا سؤال مهم من الأفضل أن الباحثين خاصة أن أنا مركز دان في جامعة من جامعة الجزائر أحوث الباحثين لتوجيه بحوثهم لتحقق بإيجادة الأخرى يعني جاءت صرفت من دائرة المخبرة إلى دائرة السوق جد micsواني بد يضع الى العربية بك합니다. في حلما تستخدم في barجيس القديم على العيون والعمقائد من الز ettäpiece prestigian لمحينة على العالم بال tomorrow سألتك بسطرة للمساطق سألتك بسطورة للمساطق أمن أن تكون للمساطق الأرض ويبدوا الوصفة للمساطق المتحدثة هنا في هذه الأرض ومعرفت الوطنية إليها المعرفة للسجرب إليهم الوصفة سألتك باهم لننطرقهم فيهم لنحن من فرصة للمساطق لديهم ومعرفتهم ومعرفتهم فيهم يفعلون مدينة تجربة للمساعدة ليس كذلك يمكن أن يكون مدينة من المشاكل في هذا المدينة إنه شيء يمكن أن نكون الآن مدينة كذلك يمكن أن تذهب على تحرفة كذلك سلوغان حقيقي المماركة الانتصاب مدرسة منطقية في ميادين اشتركوا في الوصول شكرا هناك اضافة مختبئ في التساط الجزائر وكانت مهمتي ان نحن امتع اتفاقات مع الجميع المشكلة تقريبا بين الموحدة الإقتصادية و الجميع. العنوان تحديد المؤسسة واقع و أفق. هذا يعني واقع. في ذلك التحديات. المؤسسات الجزائرية تحديد الحاجات. المؤسسات المؤسسات. المشكلة تحديد المؤسسات. المؤسسات المؤسسات. نعم. نحن نتصنع بمجميع متعاملين في القطاع على بزارة الباليد. نحن ننسيه و نعطيهم إلى المشكلة. كيف تحديد المؤسسات المؤسسات المؤسسة المؤسسة؟ هل هناك عدة مشكلة المؤسسات؟ لديهم منتوجات حالياً تسوق عن طريق هذه المؤسسات. لكن هذه المشكلة يجب أن يقوموا وضع الثقة في المنتوج الجزائري. نقطة مهمة جداً. نحن 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 نحن. نحن 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 نح لا يمكنك تراجع الناساتي عندما يكون هناك مكانيزات يوجد مكانيزات يوجد هذا إيكو منذ تتقنب يجب أن نجد الناس ويجب أن نتجمع سورة وثورة سورة سورة يجب أن نفكر في كل المؤهلات نحن لكم كل ما يجب أنا أبتميست. شكرا لك. أكلوف قال كلمة مهمة وربما تعتبر الأساس اللي يجب أن نطرق لها هي أزمة ثقة. لأن صاحب المؤسسة لديه عدم ثقة بذلك البحث الجزائري لمساوى على المساوى الجامعة في إنكانياته وقدرته على إيجاد حلول تقنية. عندنا الباحث الذي رأى على المساوى الجامعة لديه عدم ثقة. بالنسبة لذلك صاحب المؤسسة في الانفتاح. واجب أن يكون هناك توازن بين الانفتاح والحقيقة نشوفها ربما نحن على المساوى المحل الوطني الجزائري أو على المساوى الوكالة الوطنية من البحث العلمي. نشوف أنه فيه بعض المؤسسات لتحاول تنفتح على البحث وتحاول تطلب حلول. أيضا ربما الإخوة المساوى الجامعة والمراكز البحث هم أيضا يحاولون ينفتحوا على المؤسسات الاقتصادية. لكن كما قالت الأستاذ حليش في هذا السينارجي. هذا التواصل بين مختلف المراكز الموجودة حاليا. بين مختلف القطاعات هي التي ربما تقدر تعطينا أجوبة على أزمة ثقة. ونجدوا كما قالوا الحل لحث أن يحققوا هذا التواصل. أكثر نحن عيشت دقائق الأخيرة من عمر البرنامج. لو نتكلم ربما عن براكات الاختراح بلغة الأشخاص. نعم سدحليش؟ شيء جدا جدا جدا. ، كنت أتكرتك. تيشك في حلقة مستقبل امحلها في واضح تقوم بخير مستقبلها، أنت ق granل سؤال في تجعله أو أن يتكلمون من يجدون الآن، سألت تتقاقرين ضمنgerا لعبير تكتب الآن أن كل شيء يحتاج إلى أي أن تهلي، تعليم شكل نحط ذرة يقضون أعنبام بالتعاملة و لا ينصب لفعل ذلك ويجب أنه يجب أن يحقق على المستوى الوطني هل أنه يجب أن يكون يخدم خدمة نموذجية بالدرجة الأولى أو ماذا؟ لن أقول أنه إبتكار نموذجي؟ إبتكار يعني البهد؟ أنا أقول أن أي إبتكار ، يبنان تطوير إبتكار ، تحت إنواني ، تطوير إذن يكون أولاوية ، يابنان الآن ويجب أن يكون أولاوية ، يكون son صحيوية وإيجادة إلى مرة أولاوية ، يجب أن يكون من فوق الإصمعкого من أجل يجب أن يكون بهذه الطريقة أو يكون مرة أولاوية ، هناك حتى إلتقولنا Kasama دياريسي ہے في الأنظره ، يجب التلوح مع الاخرونية الفيديو ي يجب أن ي planبعہ عمل asc advocان أفر keeping نفسكه من منصف التجاريخ في تجريعانات الارقام منظر البرائت التي يُعجبها سنوياً على المستوى المعهد شكراً لك أستاذ بلمهدي لتحدث عن كم كان المعدة يحصل عبرها سنوياً على المشكل العادة بالنسبة لعدد البراعات عندنا تقريبا 100 براعات اختراع المدعى بالنسبة للمدعين المحليين الجزائريين فيه تقريبا بين 400 و 500 فيه مجموع براعات الاختراع نصله بعد سنوات إلى حتى 600 و 700 براعات اختراع وهي براعات عالمية لجينا من مختلف الدول العضوة الشيء ربما المهم بالنسبة لعدد البراعات المختراع هي فيه المعادة الوطن الجزائري الملكية الصناعية يقوم بعملية فحص الأسبقية والأولوية لأنه فيه فحصين مؤهلين للقيام بمثل هذا الإجراء وليتم بعد ذلك تسجيل هذه البراعات ربما الشيء المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لبراءة الاختراع الجزائرية هي في ديمومة هذه البراعات لأنه فيه ربما نستجل تقريبا 100 إيداع هذه السنة لكن ربما السنة القادمة نشوف أنه مش كل البراعات اللي يتم إيداع اقتصادية للاختراع أنه ما فيهش اهتمام اقتصادي للاختراع ربما رح يتنازل عليه وهذا ربما الشيء اللي نحاول تسجيله نحاول تحقيقه شكرا لك أساد بالمهدي هناك إضافة أساد أكلوف إضافة كلمة أستاذ حليش نقبل على التمويل يعني عنصر التمويل يعني نحن في القطاع في قطاع وزارة البريد قلنا بعدة يعني ملتقائيات منافسات من كانوا متعملين الهاتف النقل يعني مولوا بعض المشاريع ولكن يعني في ميدان تكونوا جهة العلم التصال يعني التمويل لا أقول ما شيء مهم يعني التمويل الحقيقة مجموعة للجميع المؤسسات الصغيرة تمويل تمويل المادة الرمادية لأماتي الجميع الشاف دونترابلز والاستارتاب يقول لك المدابيان جوروكري تزين فورماتي سياء وليا يعني هذا تمويل في هذا الجانب باختصار أستاذ باختصار تكلمنا عن الزينوغوشون هناك يعني في سيد عبدالله عدة ابتكارات تعال حاملة مشاريع واحد يعني كان قام بتطوير نظام مضاد لسرقة السيارات واحد يعني تطوير باركي انتليجون وهي ابتكارات يعني تخدم التنمية الوطنية بدرجة مولا لماذا مدت هذه الأمثلة بس كنا نقول ابتكار ابتكار ابتكارات بسيطة وصغيرة تغير يومية للمواطن من تطبيق بالجي بي سيجولوكاليزاسيون تطبيق واحد يعني كيف نسير عيادة من المريض إلى الطبيب بصفة آلية تحكم عن بعد هنا هناك عدة أمثلة شكرا لك أستاذ في الخيتام نختي معك أستاذ دروازي نقول أن الشبانية يعني على أرض الواقع هو مهم جدا الجامعة أيضا تلعب دور في تفجير هذه الطاقة والمؤهلة ليس كذلك نعم نعم بالتأكيد أن الجامعة تلعب دور مهم في تفجير الطاقات الابتكار وفي آخر عندما المبدع أو المبتكر يتحصل على برات اختراع نبحث من جهة أخرى على الفابريكان أو البرون وكذلك نعم شكرا جزيلا لك أستاذ دروازي هناك أيضا أفاق مستقبلية تسعى إليها الجزائر في تفعيل الابتكار على المستوى الوطني نشكر جزيلا وأنتم مشاهدين الكرام على كل هذه المعطايات التي أدل بها ضيوفنا الكرام يبقى الابتكار ضرورة ملحة خاصة في ظل التحديات المتنمية والجزائر أرست أسس حقيقية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفي ظل كذلك الاقتصاد المعرفي وجب السعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الابتكارات بغية التطور وتحقيق الميزة التنفسية الابتكار التكنولوجي واقع في الجزائر كان موضوعنا لهذا العدد إلى ذلك أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى لقاء 60 95 85 البريد الإلكتروني www.efc.z ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة